وصلت مؤسسة حياة كريمة اطلاق برامجها التوعوية ونشاطاتها الخدمية بقرى ومحافظات مصر وعقد بروتوكولات التعاون لمد ما ظلت خدماتها في كل مكان بمعاونة المتطوعين من الشباب بجماعات وغيرها وقامت المؤسسة بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها والذي يتضمن تنظيم البرامج التعليمية والتدريبية والأنشطة والمعسكرات تعاون واعد وبروتوكول مميز تم توقعه بين مؤسسة حياة كريمة وجامعة بنها بهدف تدريب الطلاب والتوعية بأهداف ومبادئ مؤسسة حياة كريمة ليس هذا فحسب وإنما تم أيضا افتتاح أول فرع للمؤسسة داخل الجامعة للتعريف بالبرامج والتدريبات التي تقدمها المؤسسة مثل برنامج فاليو والمعسكرات وأنشطة الأكاديمية الوطنية وفتح باب التطوع للمشاركة في أنشطة المؤسسة جامعة بنها بتشارك بقوة في مبادرة حياة كريمة على مستوى الكرة لأدرجة ضمن المرحلة الأولى النهاردة احنا بنوقع بروتوكول بين مؤسسة حياة كريمة لإتاحة مكان لعرض أنشطة حياة كريمة داخل الحرم الجامعي وكل الخدمات اللي بتقدمها للطلاب وسائر المستفيدين في الجامعة وفي قاعة تحيا مصر بكلية العلاج الطبعي بجامعة بنها تم تنظيم ندوة عن المبادرة التي تعد من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 بهدف تطوير القرى الأكثر احتياجاً حاملة في طياتها أرقاماً خدمية ضخمة وإنجازات واضحة وفي المقام الأول تهدف إلى خدمة المواطن المصري البسيط تم توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة بشأن الأنشطة المقبلة والخاصة بخدمة المجتمع طبعاً مذكرة التفاهم نصت على الإجراءات المؤسسة حياة كريمة وجامعة بنها أتنصت من خلالها عشان توحيد الجهود في إطار استكمال نهج مؤسسة حياة كريمة من توحيد الجهود وفي لفتة إنسانية تؤكد أن نجاح المبادرة لم يقتصر على الداخل المصري فحسب بل امتدى ليعكس نبض الشارع المصري الذي يساند القضية الفلسطينية فقامت المؤسسة بإطلاق مبادرة من إنسان لإنسان لدعم أشقائنا في غزة انطلاقاً من هذا الدور تم التعاون أو بنقدم كجامعة كافة أوجه الدعم والتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وإحنا تعاوننا معهم في مختلف القطاعات اللي هم بيشاركوا فيها نزلنا قوافل سواء طبية أو بيطرية نزلنا قوافل توعوية حياة كريمة كانت من المؤسسات الوحيدة الموجودة داخل معبر رفح من أول يوم حتى تطمئن أن أول دفعة من المساعدات تدخل تحت مظلة التحالف الوطني وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من شعار المؤسسة نفسها حياة كريمة وتعزيزاً لدورها في كافة أنشطتها التنموية المحلية منها والدولية